زيك حبيبة عاملين ايه والنهاردة نكملين مع بعض احداث مسلسل نعمل افوكاتو وتعالوا النهاردة نشوفوا فجأة قوية جدا ونعمت بتكون عايشة منلاقي ان صلاح كان مصدوم بعد ما شاف نعمة مرمية على الارض كان مصدوم جدا وكانت بتنزف دم قال انت عملت ايه صار عملت ايه ازاي تقتليها وازاي تعملي حاجة زي دي في اللي تصرخ وتقول له ما تسبنيش انا خايفة جدا مش عارفة اعمل ايه طيب هنعمل ايه فيها دلوقتي قال لها بصي اعملش دعوة انت لقتلتيها قررت له طب ساعدني انا مراتق اخدوها ولفوها في السجادة وحطوها في شنطة العربية وطلعوا على طول وقررت له انا حنوديها مكان قلقاي وبس مش اي مكان المكان ده المفروض محدش يعرفها فيه يعني لو شافها حتى ما عرفهاش قالت خلاص اوديها المقابر بتاعت بابا وماما كده كده لو حد شافها حتى ما حدش هيعرفها وبالفعل راحوا واسناء ما هم موجودين هناك الترة بيشافها وسألها ليه جاي متأخر ساعتها قالت ان هي حنت جدا لباباهم وميتها علشان كده ايه عشان تظهرهم في الوقت المتأخر ده لكن طبعا تشاكل الراجل ما صدقش فوقف من بعيد وشافهم وهم واخدين السجادة وهي ملفوفة ودخلين بيها على المقابر فشك ان فيه حاجة في الموضوع بعد كده اخد صراح كل المتعلقات نعمت وكمان الشنطة بتاعت صار ورماهم في النار بعد كده قالت له ما تصدقش على فكرة الكلام اللي قالته امراتك على موضوع يعني ان انا صارة من كاتب وكده رده قال انا الكلام ده ما يعنينش دلوقتي اللي يعنين المصيبة اللي انا وقعت فيها دلوقتي لازم اروع على البيت واعمل انا بضغر على امراتي واعمل اللي انا كمان متشحتف وقلقان جدا عليها دي المهمة بتاعت الجاية بفعلي بيروح على البيت وبعد كده بيعطي على اكرم ومريم وهو منهر وبيقول قيولي نرعم عندك وانا الان جدا عليها مش عارف قليها فين دورت في كل حتة وروحت كمان عند الحاجة محروسة لكن مش لقيها صار صراح قالها رواحي على البيت وتعامني عادي ولا كأن حاجة حصلت كانت بتغسل الدم اللي كان على الحاجة اللي ضربت بها نعمت صلاح قال انه هو حيروح عشان خاطر يتكلم مع بابا يمكن يعرف حاجة عنها وساعتها بابا كان مصدوم وقال له ايه اللي حصل اجيت مزعالها وسابت لك البيت ومشت فاقترح صلاح ان هم يروحوا علشان يبلغوا الشرطة وراحوا وعملوا محضر لكن في الاثناء دي كانت نعمة موجودة جوه المقابر فائت نعمة ورايت نفسها جوه المقابر وكانت مرعوبة جيدا وخايفة فضلت تبكي وفضلت ان هي تحاول تحرك الحجرة علشان تطلع وربنا رزقها بالطرب ابن الحلال اللي فتح لها الباب وشافها مغمى عليها اخدها على طول ودها عندهم في البيت واجاب لها كمان واحدة قربته علشان خاطر تدوية هي ممرضة ربطت لها الجرح ونظفته كله تمام لكن قلت لهم لازم تروح على الدكتورة علشان خاطر لو في نزيف جوه المخ ولا حاجة احنا مش شايفين انا هزبط لها الدنيا وحد اخدها المستشفى اللي انا بشتغل فيها صلاح بيفتح لامه وبتقول له يا واطي يا ليه معاك فلوس وخلاص بقيت مليونير ويسيبت امك انت ما عندكش دم فل يتهزأ فيه قال لا سيبيني في حالي يا امي انا مراتي نعمة مختفية ومش لقينها وخايف عليها قالت له بارك يا جامع ان هي مشت بيروح بعد كده سعيدة علشان يتكلم معها يا سينا علشان يعني عارف ان ليه ناس ممكن يدوروا على نعمة فقال له تمام طبعا هدور عليها ساعتك منهار جدا وخايفة على بنته وقاعدين بيتكلموا يا طرى ممكن تكون نعمة راحت فين بالزبط الكل ان انا عليها وخايف محمد لما بيجي من بره وبيسمعهم بيتكلموا عن ان مش لقين نعمة بيستغرب لانه عارف ان نعمة كانت اخر مرة موجودة عند سارة هناك سارة موجودة في المكتب عادي وبتشتغل لكن كانت متوترة وبتحاول انها تثبت نفسها كده وتهدي في نفسها بيجي محمد يقول لها فين نعمة يا سارة انا وصلتها لحد عندكو ويا عرفت بجوازك انت بصلاح عملتوا فيها ايه قالت ما عملناش حاجة ده هي واعوعة كبيرة جدا وصلح بساعتها على فكرة اذا انا ممكن نروح وبلغ الشرطة قالت روح انت هتحددني عادي بس انت كده حضر النعمة على فكرة سيب لي تليفونك وحب اكلمك سيب لها التليفون وقال لها ان هو حيسكت بس علشان خاطر نعمة راحت بتكلمت مع صراح وقالت له على الموضوع محمد ونيقال انا جدا قال لها اديني الرقم التليفون بتاعه وانا هتصرف قالت له على فكرة لو اطلطت حقدك معاي قال لها بطلي الكلام ده وبطلي كل شوية هتحدديني بدل ما سيب البطولك ويروح بعد كده للظابط اللي بيقول له ان هو لقوا الجثة في النيل متشوهة جدا تعال شوف يمكن تكون مراتك فتح على الجثة وقال لنيدي مراته فقدر يبكي وهيه بعد كده العم سعيد وقال له ان بنتك ماتت واني نعمة ماتت وانهار الراجل ومرضيش ابدا ان هو يفتح يعني الجثة علشان يشوفها سعيد ياسين كان بيتكلم مع ابوه في موضوع حبه النعمة واني زكية وانيها جميلة مرة واحدة بيجي له خبر من واحد كان قال له يروح يدور على نعمة قال له ان نعمة ماتت كانت صدمته قوية نعمة كانت موجودة في المستشفى والممرضة اللي ساعدتها بتقول لها ان كله تمام وعملنا الاشعاء وحنتطمن عليك وحطط لها على طول بكرة والاشعاء الحمد لله قصرا مش بيطلع فيها حاجة وبتكون ميا ميا لكن عايزة تنتقم ومأهورة من اللي حصل لها وبتفكر ازاي ترجع لهم وازاي هتواجههم بكل اللي عملوا فيها باللاقي بعد كده ان سعيد بيتكلم مع الظابط ان هو شكك فصلاح يكون عمل حاجة في بنته لان هو دايما كان وحش معاها وصلاح بيروح وبيمثل وبيبكي بيقول ان هي نعمة لما عرفت ان انا جوزت عليها بعثتلي رسال قالت انها هتنتحر ورروا رسالة لرفيك اللي هو كان بعيتها اصلا لنفسه من تليفون نعم قبل ما يرمي التليفون في النار ويمثل طبعا الكلام ده وقال كمان ان هو اتجاوز عليها هي نهارت وراحت انتحرت اكرم ومريم ما صدقوش ان هي ممكن تكون انتحرت لانها قوية جدا ومش حين فاصلا انها تنتحر اول مرة يعرفوا ان صلاح اتجاوز عليها فكانت صدمتهم قوية طبعا اما عن صلاح ففلاشباك كان بيتكلم مع صارة وبيقول لها لو جاوموك عشان خاطر ياخدوا من الكلام او هترتبك او لو قولوا لك ان انا قلت انك انت عملتيها او انا اعترفت انا مش هعترف ابدا وبعي وقعوك يخدي بالك جدا وفهمها طبعا ونفس الوقت كانت موجودة نعمة في المستشفى والمفروض ان الاشعاعات كل الحاجة تمام وحتخرب لكن في نفس الوقت بيقيموا الجنازة بتاعة نعمة وابوها بيزعل عليها وبيعيط وجاسين كان برضو بيعيط عليها الجامد اما عن صلاح فكان بيمثل ان هو زعلان وابوها كان منهار وبتقام الجنازة وطبعا الكل زعلان وحزين نعمة كانت موجودة عند الرجل الطيب الترب اللي لقاها ومعاه اهله كمان وكانت قاعدة عندهم وبتحكي كل حاجة وانها كانت حاسة نفسها بتموت كانت سمع بالفعل اصواتهم وهو بيقولها وبيطامنها ان كله هيكون تمام لكن في نفس الوقت كانت حاسة ان هي بتموت ومش قادرة تطلع صوت ولا تتكلم ولا تحكي ومش قادرة تتحرك شافت الموت بعنيها ومرت بلحظات غريبة كده بعد كل ده مش هتسيب حقه وحترجع تاخده ويقام العزب بتاع نعمة باباها بيعيط ومصدوم ياسين بيعيط بحرقة صلاح بيمثل وامه طبعا ارتاحت لكن المفاجأة القوية ان نعمة كانت موجودة قريب جدا منهم كانت بتشوفهم من عمارة قريبة كانت شايفة كل واحد فيهم ايه اللي بيمر بيه كانت شايفة زعل اقرم وزعل ياسين واغرب باباها كمان كانت شايفة صلاح وازاي بيمثل ان هو بيعيط وبيبكي كانت شايفة كلهم من بعيد وعايزة ترجع لهم وبالفعل نزلت منع السلم علشان تقريبا كده شكلها هتروح لهم لسه مش عارفين ايه اللي نوي علي النعمات يا ترى ازاي هتقدر تنتقم منهم وازاي هتقدر تظهر لهم تاني مفاجأات قوية جدا وحنشوفها مع بعض من خلال احداث مسلسل نعمة الافوكاتو وبكده نكون لخصنا مع بعض احداث الحلقة السبعة من المسلسل نعمة الافوكاتو يا رب الفيديو كونال اعجابكم اشتركوا في القناة واستنوا كل جديد اشوفكم على خير في فيديو تاني باي باي اشتركوا في القناة